مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المتابعين والمتابعات وفي خبر جديد ومستدد حول التشكيلة التي سيدخل بها المنتخب المغربي في لقاء اليوم الذي سيمطلق بعد قليل في الساعة الثامنة في حراسة المرمى المحمدي وكما قلت في التوقعات قلت بأنه المحمدي ممكن أن يكون رسمي عوضة بونو لأنه نفس تقرينا عنده نفس الكاريزما ونفس التجربة التي يمكن أن تكون عند بونو ثم حكيمي أكرد أناحي تيرغالين تيرغالين كذلك سيدخل رسمي سيدخل الذي غاب في لقاء الماضي كذلك أناحي لدخل باديل واليوم يدخل كرسمي أشرف داري إذن أشرف داري مكان عبقار أشرف داري الذي يدخل مكان عبقار في الدفاع إلى جانب أكرد ثم أخو ماش الكعبي عدلي ريت شارلسون وأزنو إذن انطلاقا من لائحة ديال وليد ريك داريك يتضح المحمدي في حراسة المرمى حكيمي يكون في الجهة اليمنى ثم أزنو في الجهة اليسرى اللعيب الشاب هذا أول لقاء لي رسمي مع المنتخب ثم أكرد وداري في وسط الدفاع ثم تيرغالين اللي يدخل مكان سوفيان المرابط تيرغالين يدخل مكان سوفيان المرابط غيكون إلى جانب أناحي وريشارلسون في وسط الميدان ثم في الهجوم هناك أخو ماش في الجهة اليمنى وقلت أخو ماش في الجهة اليمنى وعدلي في الجهة اليسرى والكعبي كرأس حرب مكان سوفيان رحيمي وقلت هذا في التوقعات في الفيديو الصابق أنه يمكن أن يكون الكعبي كرسمي بديلا عن سوفيان رحيمي كذلك أخو ماش لدخل مكان حاكم زياش ثم عدلي كذلك لدخل مكان الزلزولي وأزنو كذلك لدخل هذا كظاهر أيصر عدم المنتظر أن حاكمي سيكون في الجهة اليمنى وفي الرواق الأيمن في حين فإن أزنو سيكون في الرواق الأيصر مكان نصير المزراوي إذن حد موفق للمنتخب المغربي دمتم بخير وإلى اللقاء